أكد المحامي عبد المجيد صبرى استيلاء القيادي الحوثي صالح الشاعر بالقوة على الجامعة الإماراتية في صنعاء بقرار من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين وقال صبرى في منشور إن مالك الجامعة سلطان الشائع قرر تغيير رئيس الجامعة نجيب الكوميم كحق كفله القانون إلى أن القيادي التابع للميليشيا الحوثية رفض تنفيذ القرار لتقرر المحكمة الحوثية بعد ذلك السيطر على الجامعة بكل إراداتها لصالح الشاعر الذراع الاقتصادي لعبد الملك الحوثي